بصراحة المؤشر عند المستويات اللي هي الالف وتنمية واربعة وخمسين زين ما عم نشوف عم نلاحظ من الارقام الموجودة المؤشر يقترب من الدعم التاريخي والمهم اللي هو الالف وتنمية اللي احنا دائما بنحكي عنه نعم ولكن من الملاحظ انه السوق حاليا يعني بسموه او متشبع في عمليات البيع هذا الشيء ممكن يعني يسوي استقرار ممكن يسوي بعض الارتدلات التصحية للأعلى ليش لانه عم نشوف انه عمليات البيع الفترة الماضية كانت قوية جدا في الزخم الهابط هذا الشيء يعني اوصل المؤشر لان ممكن توضح للمتابعين ماذا تعني كميات البيع مرتفعة وزخم هابط يعني بلغة ابسط شوي طيب طبعا يعني فيه اغراق في البيع اقدام على البيع بشكل كبير هلأ في عنا مؤشرات بتقيس حالة الزخم بسوق او بتقارن بمعنى اخر تقارن قوة الارتفاع مع قوة الهبوط هاي المؤشرات عم تعطينا انطباع وعم تعطينا قراءات انه سوق حاليا متشبع بيعا وهذا الشيء يعني يعني يعطينا انه ممكن السوق تدخل عليه عمليات شراء او انه الاسعار وصلت لمناطق مغرية للشراء بعد التراجعات السابقة هذا المقصود بانه المؤشر متشبع بيعا انه الاسعار وصلت لمستويات جيدة للشراء هروض البيع كثيرة يعني بمعنى اخر نعم في اقبال على الشراء ولا لغاية الان الناس لا في تردد بدك صراحة اها وفي نوع من الحيرة على نفسيات المستثمرين بشكل عام طبعا هاي الاشياء احنا كيف نلمسها نلمسها من خلال قراءتنا من السلوك الاسعار نعم هذا الشيء واضح ايضا من خلال احجام التداول تراجعت الاسبوع الماضي لحوالي 15 مليون دينار فقط هذا اكبر دليل واكبر مؤشر على انه السوق في حالة تردد وفي حالة حيرة وانه السوق وصل لمرحلة جسد نبض ما بين البائعين والمشترين طيب خلينا نشوف بالنسبة ل شو الاتشارت اللي حاب تشوفه نشوف بعض الالقام المهمة على على تداول في برسة عمال الاسبوع الماضي حيث ارتفعت اسعار اسهم 68 شركة مقابل تراجع اسعار اسهم 40 شركة حجم التداول الاسبوع الماضي زي ما حكينا المشوه كان بحدود الـ 15 مليون في منها حوالي 8 مليون لصالح الشركات التي ارتفعت في اسعار اسهمها بينما كان في عندنا فقط حوالي 6 مليون لأسعار الشركات التي تراجعت في اسعار والتي تشكل 40% والتي تشكل بحدود الـ 40% فكل هاي القراءات وكل هاي الارقام تؤكد استاذ ياسر يعني انه المؤشر وصل لمرحلة يعني تعتبر الاسعار جيدة لشرح حقيقة ومنلاحظ انه الارقام يعني بدأت تميل نحو الإيجابية لاحظنا انه عدد الشركات المرتفعة كان اعلى من الشركات المنخفضة هذا هو التشبع البي هذا هو المقصود فيه انه الآن فرصة لتحقيق بعض الارتدادات حتى لو كانت موقعها ولكن فرصة لتحقيق ارتدادات افهم انك انه بتقول لي انت يا مهتم بهذا السوق الفرصة الآن ملائمة يعني تتجاه الى الشراء نعم الفرصة والاسعار الحاليا تعتبر جيدة جدا لقيام ببناء مراكز مالية طيب خلينا نحكي عن الشارت اللي بعد امرك انا ما بديش احدد مسير ولكن الشركات الخمسة اللي اكثر ارتفاعا والاكثر انخفاضا حسب اللي انت ذكرت وانت بتحكي بحدود 8 مليون نسبة 63% ارتفاع ونسبة 40% انخفاض الشركات الخمسة الاكثر ارتفاعا والاكثر انخفاضا يعني من ضمن 68 شركة اللي ارتفعت اسعارها كان في عنا الاردنية للأدوية الاكثر ارتفاعا وبنسبة بلغة 25% والمنارة للتأمين والمجموعة للتأمين موارد صناعية ومثاق هذول الشركات الخمسة اللي كانوا اكثر ارتفاعا قبلها تراجع لكل من الانهبيب الاردنية والمتحدة للتأمين وسبائق والامل للإستثمارات وبنك التجاري هذول كانوا الشركات الخمسة الاكثر تراجعا البنك التجاري الاردني الاكثر انخفاضا بين هذه اسبوع الماضي بنك التجاري تراجع بنسبة 8.700 وكان هو السهم الاكثر تراجعا في برصة عمال اسبوع الماضي طب يعني هو البنك الوحيد بين الشركات هالخمسة ليش يعني هون السؤال ليش مثلا ما دخل على بنك الاسكان البنك الاردني كويتي لماذا فقط البنك التجاري الاردني بتصور احن بدأك صراحه وللأسبوع التاني بكون من ضمن قائمة الشركات المتراجعة طيب شايف هالخمسة نحلب المعلومات حالي يعني أنا لولا غطر ببالي هالسؤال بعرف هذي المعلومات محتاجين لأسلتك للأسبوع التالي على التوالي البنك التجاري الاردني بنخفض يعني يتراجع بدك صراحة يعني هذا ممكن يعطينا انطباع انه يعني ممكن نشوف احنا ما بنزم ولكن ممكن نشوف انه نتائجه قد لا تعكس يعني اداء ايجابي فلذلك بدأت الاسعار مبكرا تتراجع يعني على سعر السهم هذا اللي أنا خلاني انه بالتشارت الموجود امامنا ومعروض على متابعينا يعني أنا شايف بأنه هو الوحيد من قطاع البنوك اي نعم نعم صحيح بدنا ننتظر نشوف شو الارقام رح تكون الميزانية النتائج البنك يعني تراجع البنك قد يكون مثلا عمليات البيع كانت ما قبلها اي عمليات شراء قد تكون عملية وقتية يعني ما بدنا يعني نزور احكام مبكرا لا بدنا نجلس احنا منقرأ سوق يا سيد احنا منقرأ واقع سوق ولكن انا اللي بقوله انه ممكن يكون في اداء تصحيحي يعني ممكن يعدل الوضع خلال الفترة القادرة يعني ان شاء الله نتمنى ذلك بصراحة طيب ماذا بعد يا سيدي بعد ما خلصنا بورس عمان ننتقل الاسواق العربية الاسواق العربية يعني شهدت ثبات وتحسن على اداء بعض الاسواق فيما بعض الاسواق الاخرى استمرت في التراجعات من افضل الاسواق العربية الاسبوع الماضي كانت السوق القطري والكويتي والسعودي اضافية افضل من الاسواق الذي سبقه بينما سوق ابوظبي عوض جزء كبير من خسائره وحقق ارتفاع الاسواق الماضي بنسبة 2.3% باقي ما تبقى كان استمرار لحالة التراجع واستمرار لاتجاه الهابط وبالذات السوق المصري الذي ما زال يتراجع بقوة في الاتجاه الهابط حيث تراجع الاسواق الماضي بنسبة 7% هذا فقط الاسواق الماضي بس استمرار على عدة اسابيع طبعا هذا استمرار لاتجاه الهابط الذي هو تحرق به اصلا ولكن الزخم كان قوي الاسواق الماضي وبالنسبة وصلت الى 7% طيب معلش انا بدا سأل السؤال هو اقتصادي سياسي اوكي اا يعني لما بيجي عندي انا رقم زي هيك ناقص 7% على السوق المالي المصري هذه المعلومة بتكون عالميا منتشرة يعني الان في مصر المعلومات الخاصة بالسوق المالي المصري بتبين نفس هذا الهبوط ولا تستطيع الدولة انا بأتكلم مش عن مصر انا بأحكي عن اي دولة هل تستطيع الدولة ان تخفف من هذه الاثار مثلا انه والله عندي انخفاضات تلعب بهذه الارقام بهذه النسب اي دولة انا بأحكي مش ضروري مصر بالتأكيد السوق المالي هو مرآة لحالة الاقتصاد بشكل عام لا اي دولة في العالم دائما بدك تعرف او تشوف حالة الاقتصاد لهذه الدولة انظر للسوق المالي لتبعها عشان احنا دائما نهتم في بورسة عمان البورسة عمان تعكس واقع الاقتصاد الاردين على سبيل المساء نعم فطبعا هاي الارقام تؤكد انه البورسة المصرية والتي تعيش اصلا في اتجاهبة منذ عدة شهور تعكس حالة الاقتصاد الضعيف الموجود في مصر وهذه الارقام بالتأكيد هي معلومة ويتم مناقشتها ويتم يعني دراستها على المستوى المسؤولين ولكن هي تعكس انه حالة الاقتصاد حالة الشركات في بورسة مصر يعني ضعيفة ونتائج ضعيفة وهذا شيء يعني في اي سوق مالي في العالم حتى زي ما رح نشوف حتى عن مستوى الاسواق العالمية اللي شهدت تراجعات حد الأسبوع الماضي كله ياته نتيجة مجموعة من العوامل والظروف التي تعكس الأداء السوق فبالتالي المؤشر ما هو إلا رقم يعكس جميع المعطيات وجميع الظروف وجميع العوامل التي تحيط بهذا السوق فهو مقياس لحالة الصحية يعني الرقم هذا الآن الاقتصاديين المصريين مواجهو شايفينه وعارفين ايش ممكن يصير لقدام كمان شوي وايش توقعات للمستقبل يعني بالتأكيد هاي الأرقام بتكون معروفة حالهم زي حال بورسة عمانة يعني كيف احنا كنا نتوقع ومنحذر نعم والترين ذهابت والاقتصاد فكل هاي الأمور زي ما انت شايف المؤشر هو رقم يعكس جميع المعطيات والظروف المؤثرة والمحيطة بأداء هاي الأسواق طيب لوين ما تحب تنتقل شو رأيك أهم الأخبار العالمية بالضبط يعني امريكي يرتفع بنسبة واحد فاصل سبعة من مية يعني أو بما يعادل خمس وخمسين ونصف مليار دولار أمريكي بس يعني هذا الرقم أو هاي النسبة تؤكد انه الاجراءات اللي قام بها ترامب مؤخرا بما تعلق بالرسوم الجمهورية وعلاقات التجرية مع الصين مع الصين وغيرها مكسيك كندا نعم يعني لغاية الآن لم رغم رغم انه خلال اسابيع الماضي انت كنت تحكي على ارتفاعات على انخفاض في معدلات البطالة مشيك نعم صحيح ومع ذلك العجز يعني ما زال قاصرا بالزبط يعني هذا دليل انه الاجراءات لغاية الآن هي غير كافية ما حققت ولم تعكس آثار ايجابية على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لغاية الآن حتى بيانات ووظائف الاسبوع الماضي في الولايات المتحدة اظهرت تراجع في طلبات الاعانة فبرضو كان يعني مؤشر سلبي ومؤشر قد يعني يقلل من زخم الارتفاعات الفائدة في عام 2019 اوبيك وحلفائها يتفقون على خفض الانتاج بواحد اثنين مليون برميل يوميا بالزبط يعني هذا الاشي اللي كوني نحك عنه الأسبوع الماضي استاذ ياسر اللي بتتذكر انه صار فيه اجتماع لمنظمة اوبيك وقرروا في هذا الاجتماع انه يخفض الانتاج بنسبة واحد فاصل اثنين مليون برميل يوميا للسيطرة على التراجعات الحادة في اسعار النفط ولكن هذا الشيء عم بيقابله خوف من اتباطه الاقتصادي العالمي وعم بيقابله تراجع في اسواق الاسهم فبالتالي قد يكون هاي النسبة حتى وزير النفط السعودي صرح بانه احنا ممكن نزيد انتاج السعودي خلال الفترة القادمة فهذه المعلومة رغم اهميتها في سوق النفط ولكن قد لا تنعكس بشكل ايجابي على اسعار النفط خلال المرحلة القادمة وقد يواصل النفط مساره الهابط الباوند الاشترليني واصل تراجعه استرانينا فيه عليه خبر جدا مهم يعني بكرة فيه اجتماع للحكومة البريطانية للتصويت على خطة انفصال الوزراء البريطانية تلزمه من الانفصال او الخروج من الاتحاد الاوروبي فبكرة يوم تهريقي يعتبر في بريطانيا ويوم مهم جدا حيث قد تحصل على موافقة وقد يكون فيه هناك معارضة شديدة لهذا الخروج وقد يكون فيه اقتراحات الاستفتاء اخر فبالتالي يعني غدا يعتبر يوم تاريخي ويوم مهم في حياة البريطانيين بصراحة احتجاجات الفرنسية طبعا كل ياتنا عم نسمع هلا الاحتجاجات في فرنسا على غلاء المعيشة والضرائب على البنزين فهي يعني كل ياتها مؤشرات يعني نعتبرها احنا كمحللين مؤشرات اقتصادية سلبية على المنطقة الاوروبية يعني عم نشوف بريطانيا والخروج الاستفتاء غدا في مشاكل بفرنسا في مشاكل بالمانيا فبالتالي هي انا يعني وضعت هذا العنوان حتى ابرز انه في عنا بعض المشاكل الاقتصادية المهمة في المنطقة الاوروبية والذهب الدهب طبعا استغل كل هاي الظروف واستغل التراجعات في اسواق الاسهم والذهب كملاذ امن ومع التراجع الدولار اصلا ومع الخوف من طباطو المحدلات الفائدة خلال الفترة القادمة استغل الدهب هاي كل هاي العوامل وحقق ارتفاع جيد واغلق بالقرب من المستويات اللي هي الالف ومتين وخمسين وهاي اعلى مستوى لك يعني خلال الخمس سهور الاخيرة طيب العملات يا سيدي يمكن في عنا بس قبل مرعي العملات اداء الاسواق العالمية بشكل عام بشكل سريع عم نلاحظ انه جميعها اغلقت على تراجعات حادة بورسة والستريت عم نشوف كلياتها اغلقت بنسب قوي جدا تعتبر الاسبوع الاكثر تراجعا خلال فترات سابقة يعني ناس دك تراجع مرعب حوالي خمسة بالمئة بالضبط فهذا اللي نحكيه انه تراجع اسواق الاسهم مؤشر على احتمالية طباطه اقتصادي عالمي على العموم يعني الله 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 باشترك بالخير كأنه ناقص طيب وبالنسبة للعملات سيدي بالنسبة للعملات عم نلاحظ انه اليان والفرنك السويسري كانوا الاكثر ايجابي لاسبوع الماضي وهذا مؤشر على اتجاه المستثمرين نحو عملات الملاذ الامن يعني لو نربط ارتفاع الدهب مع اليان مع الفرنك هذا دليل ومؤشر واضح جدا انه كانت توجهات نحو الملاذات الامنة في الاسواق المالية الملاذات الامنة المقصود فيها المعادن الدهب وكعملات وكعملات عندك اليان والفرنك يعتبروا ويعاملوا كعملات ملاذ امن في وقت الازمات يعني بدأ اشكرك كالعادة جزيل الشكر حبيبنا واخونا الاستاذ مهند دارقات كبير المحللين الماليين بشركة سي افاي واشكرك على هذا الاجاز المركز اللي بعطينا حالة جميلة نتمنى فيما يتعلق بسوقنا انه نحس بانه هذا الزخم على البيوع يتحول لزخم زي ما دعيت ان شاء الله على الشراء وان شاء الله يعني بنك التجاري انه انه نشوف ما فيش يعني انخفاضات ايضا ونشوف فيه ثبات ومن ثم صعود اشكرك جزيل الشكر